أهلاً فيكم حبابي برج القوس رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية الكرة قمت ضائماً رح تكون من برج الشمسي والقمري والطالة وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج القوس وممكن تحسي أن بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو من طبقة على طاقتك يمكن دائماً طبعاً خود المفيد من القراءة خد فقط الأشياء الإيجابية اللي ممكن تستفيد منها من القراءة وترك الأشياء اللي تحسوا ما بينطبق عليك لأن القراءة عامة يعني مش رح تنتبق على الجميع فخد منها فقط اللي بيفيدك عندما نبلش بالقراءة رح ناخد كوت توضيحية وبعدين رح نشوف شو طاقتك طاقت الحبيب الحالية وشو خطواته ونواياه وشو مصير العلاقة بينكم آه بالمستقبل شامت فهن الموضع أحسن شامت فهن الموضع أحسن ما بينطبق عليك شامت فهن الموضع أحسن وشعود عامةً أحسن شامت فهن الموضع أحسن شو خطواته شو خطواته سنبدلش بطاقتك أول يا برج القلوس بالنسبة لطاقتك الحالي يا برج القلوس عمشوف أنت رأيت فكر بشخص معين شخص بالماضي عم تفكر بخسارة من موارنا أو في عندك حدا بحياتك عتعتبره توأم أو رفيق ديب أو توأم روح وعم بتكين إليه كتير من الشاعر عم شوفك أوراقك تلا تهدول أوراقة مائية أو أوراقة عاطفية بتخص العاطفة فأنت في شخص بحياتك حالياً عم تفكر كتير فيه وعيشوف أنه في حدا بدك يعني ممكن مش بدك تقبله عرب حب ولكن بدك يكون فيه من بينك وبينه الشخص علاقة أيضاً عم تحس بشوي من خيبة الأمل لأنه عم تحس أنك عم تشتغل على علاقة مع هالشخص ولكن مش عم يتعود عليك بالنتيجة اللي بدك إياها بوقت سريع عم تفكر الجانب السلبي أكثر من الإيجابي وعم شوفك حزين حزين شأن شخص ما في عندك شخص أنت حزين شاناً عم تفكر بالماضي ممكن تكون عم تفكر بأكس أو عم تفكر بعلاقة فكانت بينك وبين الشريك ولكن لسبب ما نجحت العلاقة ولكن عم شوف طاقتك حالياً يا برج القوس كتير عم تفكر بالشخص اللي أنت عم تتعامل معه بما نشوف طاقة الحبيب طاقة الشريك الحبيب اللي هم تتعامل معه free spirited أو ما بيحب حدا يتحكم فيه ما بيحب حدا يسيطر عليه دائماً أو أنت بتحس أنه بيتغير بسرعة أو دائماً بيتحرك بسرعة الأمور ما عم مش واضحة النوم أنت بتحس الأمور اللي تقلل مع هالشخص وبتتحرك بالنتيجة اللي أنت بدك إياها لأن مرة بتكون الأمور بينكم إيجابية والميحة ومريات بتكون سلبية أو بتكون الطاقة بينكم متوقفة وبتفاهم بينكم صعب عمشوف هو الحبيب في عقله الباطني السبب اللي ممكن ما خلى الأمور تنجح بينكم إنه هالشخص عمشوفه family oriented أو كتير بيهتم بالعائلة فهو عم يفكر هو بمطرح بحياته عم يفكر بتكون أسرة لأنه عنده 10 of cups هالشخص بده يكون أسرة أيضاً عمشوفه بالعقله الباطني عنده يعني شخص emotional literature أو عاطفي الناضج هالشخص عمشوف أيضاً هو لا بيحب إن الأمور بينكم أيضاً مش واضحة مش فقط أنت ما بتحب إن الأمور بينكم مش واضحة لأنه بيشوف هالشخص إنه إنت شوية متلاعب هون 7 of swords الشخص بيشوفك يعاكم الباطن ويشوفك آآآ بيتخبي عليه ألا بتحكي لإنه الصدق فيه إشيه هو بيشوف بحياتك أو فيك إنت غير واضحة وهالإشي ممكن نكون من خوفه من إنه هو بده ارتباط والتزام أكثر من برج القوس عم شوف برج القوس برغم إنه ما شعرك كتير صادقة تجاه الشخص إلى إنه إنه كمان ما بتحب حدا يربطك أو حدا يحطك في بوكس معين أو مطرح معين وأنا عم شوف إنه هو الهدف النهائي لهن الشخص أو نقول تبعه أنا هو بده يكون أسرة وغالبيا بده منك التزام بمعنى إنه البعض لنكن برج القوس هالشخص بده التزام بمعنى مش فقط علاقة بمعنى يعني الاتباط رسمي لنه يمكن يكون خطوبة أو ممكن يكون زواج فممكن يكون العلاقة شوية من نخبطة بينكم بمعنى إنه هو بده يرتبط أسرع منك أو في وقت أسرع منك طيبنا نشوف شو ممكن تكون صوب المشاكل بينكم أو واحد من أسواب المشاكل بينكم وكيف ممكن تفهم الوضع بينك لحتى تحلل عندك هون إنترابمنت يعني فيه إنت وهو مطاقتكم مشتركة عم تحسوا إنه إنتوا محطوطين في صندوق أو مطرح معين إنت وهو مردكم يا فيه شخص كتير عفوا لنكم وبيحب يخلي الأمور تيجي بسهولة أو يعني مثل مثل ما الله بيريد وفيه شخص بيحب الأمور تكون كتير مدروسة أو بيحب يمشي على نمط معين فإنت رح يعني إنت بيختلف الوضع من شخص إلى آخر بس إنت رح تشوف إنه نره الشخص إنه هو شوي عفوي أكتر بالعلاقة أو ما بده التزال جدي حاليا يعني شوف إنه مش مستعد إلى التزال جدي وفيه طرف بده التزال جدي بده نمط معين يمشي عليه أيضا بده يحس إنه في نهاية العلاقة رح توصل لإنها لأنه يعني فيه تكملة لإشي معين وهو بده شوف إنه العلاقة تكون إنها نهاية أيضا فيه طرف منكم مع إنه حالا يتواصل مع الشخص الآخر بطريقة روحانية ولكن الطرف الآخر رافض فكرة الحب أو رافض اتقبل منه عارض أو رافض التواصل نعم عمشوف البداية بينكم اللي كنتوا بتندوها ما نجحت فيه صار كنتوا رح تبدو ببدا البعض منكم كنتوا رح تبدو في بداية جديدة أو حصل أو حصل فيه بينكم فترة خاصنتوا فيها مثلا كنتوا بتكم تبدو بداية جديدة ولكن فشلك لأنه عمشوف إنه فيه طرف ما فيه إلى نهاية أو ما فيه خط واحد أو ما فيه ارتباط من نوع زواج أو خطوبة أو ارتباط رسمي لأنه عمشوف فيه طرف بدو ارتباط وفيه طرف بدو شوي ياخد الأمور ببساطة أو بدو يتمهل أكتر بأخذ الأمور طيب إما نشوف طاقتك إنتا في المستقبل أو شو عم تفكر فيه عندك ما تنجو فإنتا رح تترك شخص أو رح تترك تفكير معين بحياتك إنتا عم تشوف إنهم قبضت لي فيدك فيه أيضا عندك فطاقتك بالمستقبل طاقة كتير عمشوف أفضل لأنه إنتا عمشوفك أيضا إذا إنتا زعلان من هالشخص أو إذا إنتا من الجروح من هالشخص عمشوف إنه إنتا مستعد إنه تترك اللي صار بالماضي وتخليه يعني بالماضي إنك تتركه بالماضي لأنه عندك ثري أوف سورت ثري أوف سورت ترمز إلى إنه إنتا يعني كان فيه جرح عاطفي من هالشخص الجرحت من هالشخص الشخص هتزعع لك ولكن عمشوف إنه إنتا مستعد تترك بعض الأمور أو بعض المنازعات الجدالات اللي صارت بينك وبينها الشخص تتركها بالماضي عمشوفك أيضا لأن تحاول توفق بين شيئين بحلاتك عمتحاول توفق بين ممكن شخصين ممكن عمتحاول توفق بين العاطفة والعمل لأنه ممكن إذا برج القوس مش إنتا اللي بدك الارتباك ممكن إنتا وبدك الارتباك لأنك ممكن مركز على الوضع المادي كتير أو عم تفكر حاليا بكيف تكون نفسك من ناحية المادية أولا بالذات إذا نفلا برج القوس رجل عمتابة ممكن يكون بير مستعد إلى الارتباس وبعاكس الشخص اللي عم تتعامل معه أيضا بدي أحكي بالأدراج اللي ممكن أن تتعامل معها ممكن تكون عم تتعامل مع أبراج مائية أبراج ترابية أبراج هوائية بس بالأغلب في عندي أوراق مائية فممكن الشخص اللي عم تتعامل معه كتير حساس أو فيه كتير مي بالنخارط الفلكية طبعته أيضا خلينا نشوف خطوات الشريك المستقبل أو خطوات المستقبلية سعونات هالشخص عم يبحث عن رفيد الضرب أو عم يبحث عن شريك يخور معه رحلته في الحياة عم شوفه مكذل أو بردته بداية عاطفية جديدة معك عنده Ace of Cups فهالشخص عم Queen of Cups أيضا هالشخص عم يتمح إلى بداية جديدة معك أيضا عم يشوف هالشخص طوير بابا وقليني بمعنى إنه هو مش من النوع اللي مد طلباته ممكن تكون كتير لأنه إنه الباب منكم ممكن تفكر إنه هو أو ممكن تفكر إنه هو متطلباته كتير أو عم يتقل منك إشي كتير ولكن هو عم يشوف إنه الإشي اللي كتير نركز عليه هو فقط شخص أو رفيق دار بيكون ماذا لأنه أغلب تفكيره تفكير عاطفي فهنا نشوف هالشخص بيهتم كتير بالمادة ممكن يكون أيضا شخص روحاني اللي عم تتعامل ماذا عم يشوف أكتر إشي يرتز عليه ومهتم فيه إنه هو طبيعة التواصل بينكم ومدى التزامك مع رهي الشخص مشاعرك تجاه الشخص وحقيقة مشاعرك تجاه الشخص أيضا عم شوف بالمستقبل بدو بداية عفوية معك جديدة أنا عم شوف إنه ممكن هو شخص كان في الماضي كتير جدي وإنت حسيت إنه كان كتير جدي إنه إذا ما مشيت الأمور مثل ما هو بريد بفرك الشروض أو بترك العلاقة عم شوف إنه بالمستقبل رح يحاول ينظر إلى الأمور بطريقة شوي إيجابية شوي أكتر أو مرينة أكتر من لحية نظرت العلاقة بينكم عم شوف أيضا المستقبل هالشخص عم ينتظر يسمع منك خبر لأنه في عنده هالشخص عم يستنى رسالة منك عم يستنى خبر منك أو عم يستنى بداية جديدة معك عم شوف هو عم يتقدم من ناحية أو رح يركز على وضعه العائلة أو وضعه الماضي ولكن في عقل الباطني لسه عم يستنى خبر أو عم يستنى ممكن أنت وهو مش عم تتواصل نهائيا للبعض منكم اللي مش عم تتواصل نهائيا الشخص بده يارف فقط أنت شو هي أخبارك يعني شو التطورات اللي صارت لك شو الجديد في حياتك يعني بده مثل يتطمم على رضعك كيف هو الميح أو أول أشي هايك بالنسبة لتعقدكم المشتركة بالمستقبل شو نمكن رسول هالتيتش بالأيو ف الواضع بينكم بيتطلب مرون وأيضا بيتطلب أنه تتقبل الشخ تتقبلوا بعد مثل ما أنتو هنشوف أنه بدكم تكونوا أكتر للمستقبل المريمين مع بعض هذا المسبة لكرة النصيحة أما اللي بيصير بالمستقبل بينكم جميع الكروت هاي كروت عاطفية فالوضع بينكم عاطفيا رح يكون كتير إيجابي في الداية جديدة من الناحية العاطفية رح تصير بينكم رح يصير في بينكم كونكشن كتير عاني أيضا أغلب الكروت المائية اللي إجيت لكم من الرقم الكبير أو كينغ أو كابس يعني كينغ أو كابس أفضل من أفضل كروت الحب لأنه المشاعر بتكون مشاعر عميقة الارتباط وسيكون يكون على النظر البعيد أيضا رح يكون كتير من التعاطف لما الأوراق كتير مائية إجت فرح يكون في كتير حساسية بينكم كتير تعاطف بينكم يعني حتى إذا صار في أولاد أو إذا صار في بينكم الجدالات أو مشاكل عميشوف إن في مجال لمناقشة الأمور بينكم لحل الأمور بينكم وحتى يعني لوجود فرصة إنه تشرح الوضع بينكم في رح يصير بينكم عادل بالأخ دول عطى أنا أنا عندك سيكس أو بنتيكل سون ف إنت هو رح توصل لمرحلة إنه تفهم أو تفهم والإتمان إنه يعني بدك تعطي على قد ما بتأخذ أو إشي مثلي هيك بالذات من ناحية العاطفية أيضا أمشوف إنه إذا صار فيه دنكم جدال بالمستقبل أو مشكلة والمستقبل أو العدم تفاهم بالمستقبل الطريقة اللي رح تحلو فيها الوضع أو رح تحلو فيها النقاش رح تكون طريقة ميتشور أو طريقة ناظجة مش رح تكون فقط يعني رح تحكم على الشخص أو رح تحكم على التواصل مباشرة لا رأي رح رح تتناقشوا مع بعض في الموضوع حتى توصلوا إلى ناتج لفيد أو تستفيدوا فيه لكم بس من الناحية العاطفية عندكم من أربع كروت مائية جدت لك والكروت التوضيحية فالوضع بينكم من الناحية العاطفية كتير إجابي أيضا نشوف من الناحية المادية أو من الناحية التوفيق بين العمل والعاطفة نشوف أنت رحتت وإهتمام أكتر ولهلاقة بينكم لأنه عم تفكروا فيها في المدى البعيد أو بدك أنت هو توصلوا العلاقة هاي إلى المدى البعيد أو إلى 10 of cups إلى يعني إنشاء أسرع وإنشاء ارتباط جديد بينكم أوكي حبايا ببرش القوس بتمموا قراءة تكون فائدتكم وحبيتوا هاي إذا حبيت الفيديو لا تسلسوا تحط لي لايك بكومنت شير وسبسكايب وتفعل جرس الإنبال حتى يوصل لك كل جديد إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم جميعا